موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في صباح جديد يجمعنا معكم دائما على الخير والمحبة على شاشة الجميع الشرقية من كلبا ها نحن نجتمع مجددا في صباح الشرقية لنجدد هذه التحية برفقة ضيوف أكارم دائما ما يظهرون محتوانا وبالتأكيد نزيد رصيد معلوماتنا وثقافتنا العامة في كل المواضيع التي يتم طرحها في صباح الشرقية وبالتأكيد للتقارير والفقرات المتنوعة نصيب من مجلتنا الصباحية ونحاول دائما ما نبرز أكثر الزوايا أهمية وفائدة في جوانب الحياة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الصباح وبالتأكيد نتمنى أن نطرح لكم مضمون هادف ومهم ونتمنى أن نكون معكم رفقاء مميزين طوال هذه الساعة الصباحية ومن هذا الصباح نبدأ معكم بكل طاقة إيجابية بالعناوين مبادرة رفقاء رحمة نظمها مجلس أولياء الأمور والطلبة والطالبات في خورفكان المساجد صروح تعكس الأصالة المعمارية وآخيرا فن القيادة وصفات القائد الناجح مشاهدين هذه العناوين نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون إن شاء الله وأيضا ننتقل معكم الآن من هذه العناوين إلى أخبارنا ودائما ما ننتقي لكم أبرز العناوين والأخبار في صحفنا المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية إذن مشاهدين الكرام في خبرنا الأول من صحيفة الخليج شرطة المنطقة الشرقية تناقش تحسين الخدمات المرورية وفي تفاصيل الخبر نظم مركز خدمات شرطة المنطقة الشرقية ممثلا بقسم الضرور والدوريات في إدارة شرطة المنطقة الشرقية جلسة مجموعات التركيز بحضور العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية وبمشاركة مجموعة من المتعاملين من أفراد المجتمع وقال المقدم عبدالله راشد الكابوري رئيس القسم نظمت أو نظمت الجلسات التركيز مع المتعاملين للتعرف على المتطلبات اللازمة لتقديم أرقى الخدمات وبلوراتها في واقع عملي ملموس وهو ما يتجلى في سعينا إلى رصد أراء المتعاملين ومقترحاتهم وردود أفعالهم وكذلك تحسين تجربتهم والتعرف على احتياجاتهم المستقبلية مشيرا إلى أنه تمت مناقشة جميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم وطرحها في الجلسة وخاصة فيما يتعلق بخدمة الحجز المنزلي للمركبات وخدمة التصريحات المتعلقة بما تم إغلاق من شوارع في خدمة صب الخرسان وخدمة تصريحات الخيام أما إلى خبرنا تالي من صحيفة الاتحاد أطفال الشارقة يبدعون في صمم وابني وفي تفاصيل الخبر نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج صمم وابني المتخصص في تدريب المشاركين على حرفة النجارة والتصميم وذلك في الثالث عشر حتى الثامن عشر من أبسطس الجاري وبمشاركة عشرين طفلا وطفلة من أطفال المراكز والجمهور ضمن الفئة العمرية من التاسعة حتى الثاني عشر واجتمل البرنامج على جانبين نظري وعلمي وتعرفوا إلى أساسيات حرفة النجارة والأدوات المستخدمة فيها وكذلك فن التزيين وتصميم الدكورات المنزلية وطريقة أخذ المقاسات بالإضافة إلى أنواع الأخشاب المستخدمة وطريقة الطلاء واتسب للمشاركون مهارات جديدة في تحسين وتجديد قطع الأثاث المستعملة فتدربوا على طريقة الحفر وقص الأخشاب بالأدوات الخاصة بها منها القطع الليزر والفينيل وآليات سنفرة القطع القديمة وتحسينها وتنعيمها ووضعوا لبساتهم الإبداعية من حيث الرسم والتصميمات الجمالية وتلوينها وتزيينها وفي خبرنا الأخير مشاهدين الكرام من صحيفة الخليج شرطة الشارقة تشارك الأطفال معسكرهم الصيفي وفي تفاصيل الخبر شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية بالمخيم الصيفي الذي نظمه نادي القولف والرماية في الشارقة من خلال برنامج مع الشرطة نحن بأمان في شهري يوليو وأغسطس واستهدف خمسة وثلاثين طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم بين الخامسة والثالث عشر وتهدف مشاركة شرطة الشارقة في معسكر الأطفال الصيفي إلى تعزيز الأمن والأمان في محيط بيئة الطلاب المدارس من الجنسي وكذلك زيادة الوعي الأمني لديهم بتقديم عدد من المحاضرات التوعوية بنهج علمي يتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أخبارنا لهذا الصباح انتقينا لكم أبرز الأخبار في صحفنا المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة وكذلك المنطقة الشرقية التابعة للإمارة الباسمة أما الآن ننتقل معكم لنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين ما بعد ما تابعنا معاكم درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولة الإمارات العربية المتحدة نتمنى السلامة والسعادة للجميع أينما كانوا وفي كل بقاء هذه الأرض الطيبة أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم لموضوعات أخرى في صباح الشرقية لهذا اليوم حيث نظم مجلس أولياء الأمور الطلبة والطالبات بمدينة خرفكان مبادرة رفقاء الرحمة وذلك للتكريم مسؤولي كبار السن وطريحي الفراش مع طلاب المدارس بمجلس ضاحية حياوة راح نتابع معكم التفاصيل في التقرير الآتي تجسيداً ليوم العمل الإنساني العالمي نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة خرفكان مبادرة تحت عنوان رفقاء الرحمة وهذه المبادرة هي تكريم لفئة معينة من الذين يسهمون في العمل الإنساني وذلك في مجلس ضاحية حياوة في هذا اليوم يتشرف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بخرفكان إطلاق مبادرة يمكن الأول من نوعها في مدينة خرفكان الآن وهي مبادرة رفقاء الرحمة رفقاء الرحمة هم فئة في المجتمع يمكن غفل عنها كثير من الناس ألاهم الأشخاص الذين يقومون برعاية كبار السن رعاية كبار المواطنين في مدينة خرفكان هذه الفئة احنا ارتعينا أنها هي الفئة التي تحتاج أو هي الفئة التي تستحق منها التكريم والإشادة في هذا اليوم اللي هو يوم العمل الإنسان خصص هذا التكريم للأيد العاملة في المنازل الذين يحرصون على اهتمامهم بكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وإظهار دورهم الكبير في المجتمع بالإضافة إلى تكريم المتطوعين إذ يسهمون كثيرا في العمل الإنساني في اليوم العالمي للعمل الإنساني العمل الذي احتوى على الأخاء والتراحم والمحبة والوفاء وإيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية العمل الإنساني أطلقنا هذه المبادرة رفقاء الرحمة تقديرا لزهود القائمين على خدمة المقعدين من كبار السن يهدف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في خور فكان إلى ترسيخ معنى العمل الإنساني وتقدير جهود من يسهم في هذا العمل وفي النهاية ليس العمل الإنساني صفة أو عمر أو جنسية معينة فهو ينبع من كونك إنسانا أعود لكم مجددا مشاهدين الكرام ويامر حبابكم معنا في استكمالنا لهذا الصباح فيما يتعلق بالفقرات واستقبال ضيوفنا الأكارم كذلك في صباح الشرقية إذن مشاهدين الكرام بالتأكيد لابد للمجتمعات البشرية جميعها أن يكون لديها قيادة تقوم بترتيب حياتها وتقيم العدل وتسعى إلى تحقيق أهداف الأفراد والمجتمع فالبعض اتجه إلى تعريف القيادة على أنها مجموعة من الصفات الشخصية وآخرون اعتبروها ولاية وسلطة رسمية بينما تركز الدراسات الحديثة أن القيادة سلوك وتفاعل وتأثير على الآخرين وفي هذا اللقاء اخترنا الدكتور عبد العزيز إبراهيم رزوق وهو إخصائي معروف في القيادة وتنمية المهارات الشخصية وباحث في مجال التربية الإدارية يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع يا مرحبا بك دكتور صبحك الله بخير يا صباح الخير يا صباحكم شاء الله يا مرحبا دكتور يعني موضوع جدا مهم نعم يتحدث عن القيادة بداية يعني هذا الموضوع هو محل تنظير لكثير من الناس فأنا أبغي أخذ منك بما أن كانت هناك عشرات التعاريف للقيادة أنا أخذ منك التعريف المبسط والأصح والأقرب إلى القيادة ما هو المعنى الحقيقي للقيادة؟ قد نفاجئ البعض بهذا التعريف للقيادة بأن القيادة هي أن تشعر جميع من تقودهم بأنهم قادة فعندما تطيع زوجتك أو أمرك أو ينفذ موظفينك تعليماتك أو تدخل بكل صغيرة وكبيرة فأنت مدير لكن عندما تعطي لكل صلاحيات واضحة وهامشا من الحرية لكي يمارسه سيشعر كل واحد منهم بأنه قائد في مكانه يعرف صلاحياته لهديه هامش من الحرية يمارسه فأنت حينها قائد حقيقي أما بالنسبة للتعريف الأكاديمي فالقيادة هي القدرة على التأثير على الآخرين للوصول إلى الأهداف المرجوة سواء كانت أهداف اجتماعية مؤسسية إدارية عائلية أو حتى فردية ممتاز طيب هل القائد يجب أن يكون هو المسؤول الأول ويجب أن يطاع مهما كان أمره أو مهما كان تجاهه؟ مثل ما ذكرت كل شخص لازم يكون قائد في مكانه بمجرد أنك تعرف صلاحياتك فأنت قائد في مكانك بس لازم يكون بالتحديد أن تكون الصلاحيات واضحة ممتاز أنا أخذ تشبيه دائما دكتور فيما يخص القيادة بقيادة المركبات نعم يعني القائد المركبة هو المسؤول تماما عن المركبة وعن من في المركبة هذه بالضبط وأيضا عن الآخرين المحيطين مسؤول عن سلامتك وسلامة الآخرين حتى بأي جهة بأي وظيفة بأي مكان فلما تكون أنت القائد تكون أنت المسؤول عن نفسك وعن الفريق تبعك ممتاز فهذا هو التشبيه الأقرب للقيادة طيب بالتأكيد القيادة لها دور كبير جدا في حياة كل إنسان وكل فرد هناك أمانة محاور كثيرة أود أن أستهل هذه المحاور في أن نعرف تفاصيل القيادة والبعض يقول بأن القيادة هي موهبة موهبة فطرية مع الإنسان تولد والبعض الآخر يقول هي شيء مكتسب فكيف نصنف للقيادة؟ هل هو فعلا شيء فطري في الإنسان يجب أن يكون معه منذ الصغر؟ أم هو شيء مكتسب ممكن أن نتدرب عليه ونكتسب مهارات القيادة؟ هوارد جاردنر وغيره قالوا بأن القيادة تأتي بالفطرة مع الولادة ولكنها قابلة للاكتساب لكن برأيي هناك مرحلة ما بين الولادة والاكتساب وهي مرحلة التربية فأنت عندما تشعر ابنك بأنه مسؤول عن نفسه مسؤول عن نظافته مسؤول عن إخوته الذين يصغرونه سنا مع ترك هامش من الحرية له كي يخطئ ويتعلم من أخطائه كذلك تلبي احتياجاته بتوازن فأنت تبني قائدا من الصغر أحد الأمهات تمنع ابنها أو ابنتها من تناول الطعام خشية من أن تتسخ ملابسه لكن تشكو لاحقا من أنه تأخر بتعلم مهارة الأكل وأحد الآباء كذلك قد يمنع ابنه من الحزن والبكاء بحجة الرجولة وهذه موجودة بمجتمعنا لكن لا يدري بأنه بذلك يبني شخصا فارغا من التعبير عن نفسه وعن عواطفه وعن مشاعره وبالتالي فاقدا للذكاء العاطفي والذي يعتبر من أهم صفات القائد الناجح فيجب أن نترك مساحة كافية لأبنائنا كي يعيشوا الحياة بحزنها وفرحها ممتاز إذن تعبير الفرد عن نفسه وعن آراءه هي من أهم الصفات التي يجب أن تغرس في الفرد لكي يكون قائد في المستقبل بالتأكيد وتبدأ من الصغر بالتأكيد ممتاز طيب يعني الصغر على ما أعتقد هذه الفترة هي فترة مهمة جدا وهناك تركيز كثير من أولياء الأمور وبالتأكيد بعض الجهات بأن تغرس روح القيادة بأنهم لا شك هم القادة في المستقبل وفي قادم الأيام فكيف ترانا للمستقبل هل راح يكون إن شاء الله أكثر ازدهارة بقيادة هذا الجيل بإذن الله بإذن الله بالذات التوجهات هنا في الحكومة هي لتنمية القادة لتنمية مهارات القادة لزراعة قادة جدد وصناعة القادة إن شاء الله سنتكلم بذلك الموضوع ممتاز طيب عندما نتحدث عن هذه النقطة فبتأكيد نتحدث عن كيفية اكتساب مهارات القيادة بطريقة سهلة وبطريقة مبسطة ممكن للإنسان أن يكون قائد إذا استطاع أن يكون مميزا في اكتساب هذه المهارة نعم حدثنا عنها دكتور سأجيب على هذا السؤال بثلاثية سميتها ثلاثية صناعة القادة أولها التعلم والتدرب على تحمل المسؤولية جميل وهذا يبدأ من مرحلة الشباب فيكون ذلك بتخفيف حملك ومسؤوليتك عن أهلك بأن تأخذ بعض الصلاحيات عنهم لتصبح مسؤولا عن نفسك ولاحقا لتصبح مسؤولا عن فريقك بالعمل ولاحقا تصبح مسؤولا عن أسرتك فعائلتك وتتسع الدائرة كلما ازدادت خبرتك ومهارتك وماذا تأثيرك على الآخرين وبعض أهدافك ثانيا استعد للمواجهة ولا تيأس فعلى القادة أن يكونوا قادرين على حل مشكلاتهم قادرين على مواجهتها دون ملل أو يأس ثالثا تحلى بالشجاعة ولا تنسى أنك قدوة لأحدهم يا سلام ذكرت هذه الثراثية الجميلة والمهمة جدا وختمتها في القدوة نعم قدوة لمن دكتور قدوة لمن لا تطلب من ابنك أن يكون أفضل إن لم تكن بعيونه الأفضل يجب علينا جميعا أن نكون قدوة حسنة فقدوة الأبناء أبويهم وقدوة الموظفين مدراؤهم وقدوتنا نحن المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نكون أصحاب تأثير إيجابي قدوة حسنة لمن حولنا وخاصة في هذا الزمن زمن أصبح التقليد فيه واضحا سواء في مواقع التواصل أو في أرض الواقع أليس هذا التقليد هو اقتداء سواء كان إيجابي أو سلبي وهنا تكمن أهمية أن نكون قادة مؤثرين قادة إيجابيين وقدوة حسنة لمن حولنا جميل هناك قاعدة جدا جميلة أذكرها دائما فيما يخص الحوار لبناء المجتمعات وبناء قادة وسلوك طيب في أفراد المجتمع إذا أردت أن تبني المجتمعات فعليك بثلاث نعم فضل أوجد الأم وبجل المعلم وأوجد القدوة ما رأيك في هذه القاعدة نعم هي أهم القواعد الموجودة وسأركز هنا على موضوع الأم والتربية بالنسبة للمنزل فعندما نتكلم عن التربية نتكلم عن الأم بكل تأكيد وللأبدو الكبير في ذلك لكن كما قال أحمد شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي وهنا أريد أن أقدم ست نصائح ذهبية للأم أولها علمي طفلك أن يمسك الأشياء ويحافظ عليها ثانيا حدثيه حتى وإن لم يفهم كل كلامك فبعض الأممات تقول لن يفهم هذا الحديث لكن حدثيه حتى وإن لم يفهمه ثالثا عوديه على الواجبات الاجتماعية على الإتيكيت على احترام المواعيد رابعا إصنعي أهدافه وقدواته خامسا أتركي له مساحة كافية من الحرية كي يخطي أو يتعلم من أخطائه سادسا دلعيه لكن بدون مبالغة يا سلام جميل جدا هذه نصاح للأم لكي تتبع سروب مع طفلها أو ابنها بطريقة لا هي مبالغ فيها ولا هي بتقصير وإنما بوسطية الوسطية دائما مطلوبة بما أننا نتحدث عن القيادة فنعود إلى أصل الموضوع دكتور ما رأيك في الوسطية في موضوع القيادة؟ البعض يقول بأن الشدة في القيادة هي مطلوبة لكي يعرف الأفراد اللي أنا قائد عليهم بأن هذه مسؤولية جدية ولا يمكن التهاوم فيها والبعض يقول لا أنا أخاوي اللي معاي في الفريقة أو في هذه الأسرة في العمل وأسهل عليهم وأكون واحد منهم ولا أعطيهم هذا الأمر بنبرة صريحة وقوية يمكن يأخذوها بطريقة أخرى أو تقلل من إنتاجيتهم فأنت مع أي طرف من هذه الطرف؟ أنا أقول أن نمسك العصر من المنتصف يعني لا نكون بهذه الشدة ولا نكون كذلك الأمر مهين أو متساهل لازم نكون من الوسط نحقق كل الأهداف لكن بروح الفريق الجميع سعيد والجميع يحقق أهداف والجميع يصل إلى ما تسعى إليه هذه المؤسسة أو هذه الأسرة أو هذا الفرد ممتاز ومثل ما يقولون إذا أردت أن تطع فاطلب المستطاع بالتأكيد جميل طيب دكتور القيادة بالتأكيد لها دور في التأثير على المجتمعات وبناء القيادة هي شيء جدا مهم فهل هناك فئة مختلفة عنه يجب أن يكون لهم بيئة مخصصة فيهم؟ لا طبعا بالتأكيد كلنا قادة وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أنت تقود شيئا في حياتك تقود أبناء تقود إخوتان تقود موظفين وعلى أدنى تقدير تقود سمعة أمة أنت عندما تسافر أو عندما أسافر نمثل سمعة أمتنا نمثل سمعة بلادنا وأدنى الأشياء التي نقودها ولها بارغ الأهمية في حياتنا هي قيادتنا لإنفعالاتنا وعواطفنا فأنت إن لم تمارس القيادة على الآخرين فتمارسها على نفسك وإن سألتني ما هي أهم مهارتين يجب أن نتعلمها لأجبتك القيادة والتواصل ممتاز إذن القيادة ليست حكر على أحد بالتأكيد كلنا قادة كلنا قائد في مكانه ممتاز ولكن فيما يخص المهارة هناك البعض يقول بأنه يستطيع ويمتلك المهارة في قيادة فريق معين والبعض الآخر يقول لا شخصيتي ما تعوت بأن شخصيتي تكون مسؤولة عن أشخاص أو أقود أو أوجه أشخاص فهل الفارق هنا فقط بالمهارة والقدرة القيادة هي ليست مثل ما ذكرت أنا باعتقاده هي ليست أنه حكر على أي شخص أنت قد يكون بعض الأشخاص قد تكون شخصيتهم ضعيفة في مكان ما لكنها قويتهم في مكان آخر بعضهم لم يكتشف مكاما القوة في شخصيته لكن لما يكون عندك الرغب بأنك تكون قائد حتى ولو مثل ما ذكرت في بيتك فممكن تطور نفسك تزداد خبرات مع التجارب مع الحياة ستزداد قوتك شخصيتك قوة ستزداد مهارتك ستكون قائدا ناجحا بإذن الله ممتاز طيب دكتور أنا سأتشعب معك في المحاور لروعة حديثك أمانتا ونستفيد بكل ما تقوله فيما خص موضوع القيادة لهذا اليوم طيب لنتفق دكتور بأن القيادة مثل ما ذكرنا سابقا بأن هي قد تكون مكتسبة وقد تكون فطرية في الإنسان نعم ولدت معه مثل ما يقال فأين يكون القوة أكثر في المكتسب أم في الفطرية الذي وجده مع الإنسان قد تكون بالفطرة بعض الأحيان وبسبب سوء تربية الأهل يكبتون هذه الفطرة وتتوجه القيادة إلى منحا آخر وقد تكون غير موجودة ويكتسبها الطفل عن طريق تربية حسنة عن طريق مدرسة جيدة عن طريق روح فريق جيد فيصبح قائدا في مكانه جميل إذا حتى في المدرسة أعتقد ترسيخ هذه المعاني للقيادة مهمة جدا لازلت تتذكر في المدرسة لما كانوا مثلا راح يكون المدرس في اجتماع معين أو في أمر طارق معين فيغيب عن هذه الحصة الدراسية فيجعل هناك مشرفة أو يترك مشرفة من الطلاب فهذه التفاصيل البسيطة لربما تغرس روح قوية للقيادة بأن يكون مسؤول على أفراد منذ نعومة أضافرة بالتأكيد بالتأكيد حتى في المنزل عندما تقول لابنك مثلا ساعد أخوك أخذوا مثلا أعمل أي شيء توجهوا بطريقة أخرى في مكان الألعاب كذلك الأمر ساعدهم ابدأ أن تأولا تكلم تعودوا على الظهور كذلك الأمر هذه الأشياء كلها تزرع في الطفل أن يكون قائدا في المستقبل ممتاز دكتور أروح معاك لنقطة جدا مهمة وهي ليست موجودة في المحاورة ولكن لأهميتها يجب أن تطرح لنعرف بأن القائد الناجح هو من يوجه مجموعة ويشاركهم هذا التوجه للوصول إلى هدف معين طيب ما هي السلوكيات التي قد تدمر هذا القائد حتى بعد نجاحها السلوكيات التي تدمر القائد بعد نجاحها للوصول بس سؤال لو ممكن طبعا يعني بعد ما يقدم هذا القائد أو هذا الفرد قصة ناجحة في القيادة ووصل إلى مكانة معينة نعم هل هناك سلوكيات معينة قد تدمر هذا القائد أو تجعله يتراجع تدمير القائد على حسب المكانية التي تتكلم فيه لما تتكلم عن شخص ناجح في حياته التجارية قد لا يكون ناجح في حياته الأسرية فبالتالي موضوع أنه تدمر قائد أو تنجح قائد فلا يوجد بقياس هم من نفسها أن أتحدث عن ذلك ها بينه وبين نفسه ممكن أهم شيء أو أكثر شيء ممكن يدمر القائد يصل لمرحلة الغرور أو يظن نفسه أنه أصبح صاحب الكلمة الوحيد أو أنه صاحب السلطة الوحيد ويتناسى يوما ما أنه كان جزءا من فريق معين ثم وصل إلى ما وصل إليه فهذا أكثر شيء أنا أحزن عندما يصل إليه بعض القادة ولكن الحمد لله فمعظم الناس الموجودين حولنا هم ما زالوا في روح القادة ولكن عندما تجلس معهم هم فردا من أي مجموعة أشكر أنهم كذلك ممتاز عندما أتحدث عن صفات القادة أو القائد بشكل خاص فلنحن أتحدث عن أمور كثيرة جدا دكتورة أتحدث أيضا من الجانب النفسي وكيف صنفها النفسيين بأن هناك شخصيات قد تكون سمعية أو بصرية أو حسية وأتحدث هنا عن القادة السمعيين من يستمعوا كثيرا لما يكون هو صحيح أم غير صحيح ومدى تأثيره أيضا على هذا القائد في أن يكون في اتجاه معين صحيح وواضح وكيف ممكن أن ينحرف عن هذا المسار الصحيح بمجرد الاستماع إلى الشيء الغير تغير يجب على القادة أن يكون صاحب حكمة يعني مثل ما نقول نحن عنا ما تكون دانه مثقوبة عرفت عليه كيف مجرد ما أن يسمع كلمة يأخذ قرار مجرد ما أن حد من الموظفين يخبره أي شيء خلاص يأخذ قرار يبني انطباعه على مجرد كلام وإشاعات القائد لازم يكون واضح يكون صريح يتعلق مواجه يتعلم مواجهة نحن قلنا من مراحل تعليم القائد هي المواجهة فيجب دائما أن يواجه لو سمع أي مشكلة أو لو سمع أي خبر عن أي موظف أو حتى عن طفله أن يواجهه وماذا فعلت ماذا حصل لماذا فعلت فلا يجب أن يكون سمعيا بالتأكيد وإنما يجمع السمع في البصر طبعا بالتأكيد دكتور أتحدث عنك بشكل شخصي ما هي لربما النقطة التي كانت بالنسبة لك هي الشعور بأنك أنت قائد ويجب أن تكون قائد مرحلة وصلت لها في هذا الأمر إلى هذه الفكرة هي مراحل وليست مرحلة ستشعر يوما ما أنك قائد منذ الطفولة فيك تقول عندما تكون مسؤول عن أسرة مسؤول عن محيط ثم تشعر بأنك مسؤول أن تساعد أسرتك في مكان ما ثم يجب عليك أن تعمل ثم تكون لك أهداف لكي تصبح أفضل شخصا من بين فريقك فتساعدهم ليكونوا ناجحين مثلك ثم لاحقا عندما تبني أسرة كذلك الأمر تجد المستقبل في عيون ابنك تريد أن تكون قدوة له وتريد أن يراك أفضل شيء في الكون فلذلك يكون هذا كذلك تحدي لك لتصبح هذا القائد لتصبح هذا الشخص الذي يفتخر به ابنك وكل من يعرفه هو كل من يشاهده ممتاز طيب دكتور أخيرا أتحدث عن موضوع القيادة من منظور مختلف القيادة أيضا جعلت هناك أمر يتعلق في ما يخص قيادة الرجل وقيادة المرأة أيضا لكل منهم وجهة نظر في قيادة معينة وكل من الرجال ونساء تمكنوا من الإبداع في قيادتهم كيف ترى هذه المنافسة الشريفة ما بين الرجل والمرأة في قيادة كثير من المجالات كما ذكرت هي منافسة شريفة في مكان محدد قد تنجح المرأة ولا ينجح الرجل والعكس صحيح كذلك الأمر لكل مننا دوره سواء كان في الوظيفة سواء كان في المنزل ولا يجب أن يتعدى شخص على دور آخر سواء كان الرجل أو المرأة فكل ناجح في مكانه ممتاز كلمة أخيرة دكتور ونصيحة تقدمها إلى كل شخص يريد أن يكون قائد أو لكل قائد الآن هو قائم في مهام معينة صراحة أريد أن أوجه تحديدا رسالة لكل أب وكل قاد هو أب سواء الآن أو في المستقبل لا تعلق أبنائك بأشخاص غير معروفين أو ليسوا قدوة حسنة بالأحرى اربط أبنائك بالقدوة فالقدوة هي أسرع طريق للتغيير والتأثير فلو ربط ابنه بالشيخ زيد فإنه يبني قائدا لكن لو ربط أبنه بمشاهير اليوتيوب ومشاهير التيك توك فإن العاقبة ليس كما يتمنى أو كما نتمنى بالتأكيد صحيح للأسف فيعني أتوقع بأنه نحن يجب أن نأخذ وقفة في هذا الشأن ويقال من يحدد فكرة الجيل الحالي والجيل القادم هم أمران لا ثالثة لهما الأسرة ومن ثم الإعلام الإعلام طبعا متمثل كان في إعلامنا الرسمي والله الحمد قائمين عليه ناس أشرف وعارفين ما هي الصورة المناسبة التي يجب أن تقدم أما في مواقع التواصل الاجتماعي في يجب أن نقنن ويجب أن نختار بشكل دقيق ما نشاهده وما نستمع إليه أنا شكرا لك أتوقع على قبولك دعوتنا اليوم في صباح الشرقية شرفتنا شكرا استفدنا من حديثك تفاصيل لربما أضاءت بعض الزوايا التي كانت مضلمة في موضوع القيادة شكرا لك وما قصرت سعيد جدا بتواجدي معكم أسعد الله وقالكم شكرا لك شكرا لك